طلبت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء سودان الأطراف المتنازعة بعدم التواجد المسلح بالمرافق الطبية أو بقربها وأن تراعي حرمة المرضى والكوادر الطبية ورفضت اللجان أن يتواجد عسكري مسلح داخل المؤسسات الطبية المدنية والتي تعمل بقدرات أقل منذ بداية الحرب فيما حضر سكرتير نقابة الأطباء السودانية عطية عبد الله من انهيار النظام الصحي نتيجة نزاع مضيفا أن سودان على شفى الوصول إلى مجاعة وقال عبد الله أن الأطفال هم أكثر الفئات تضرورا من النزاع في سودان مؤكدا أن ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل وأضاف عبد الله أن عدم موجود ممرات آمنة يشكل صعوبة كبيرة في إصال المساعدات الطبية داعيا إلى سرعة التحاور من أجل توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى سماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى السودان وقالت مديرة الحماية الدولية بالمفوضية للصحفيين لذب الثأتان في جينيف إن المفوضية تنصح الحكومات بعدم إعادة الفارين إلى السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك وضافت أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين دعت كل من كينيا وألمانيا إلى وقف العنف في السودان واللجوء للحل السياسي وفي مؤتمر صحفي مشترك لهما في نايروبي قال رئيس الكنية إلى بلاده على استعداد لاستضافة محادثات سلام بين أطراف الصراع السودانية بدوره دعا المستشار الألماني أولاف شولتس أطراف الاشتباكات المسلحة في سودان إلى إنهاء العمليات العسكرية التي جاءت على حساب المدني أعلنت قيادة الجيش السوداني في بيان أن الموقف الميداني بجميع أنحاء السودان وكل المدن والمناطق العسكرية مستقرة وهادئة عاد أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كاردفان واتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة منذ صباح اليوم وذلك بالهجوم على منطقة بحر العسكرية فجر اليوم وقد تم تكبيدها خسائر كبيرة اشتباكات تتجدد ومعارك تندلع في أماكن متفارقة وسط العاصمة السودانية الخرطوم مشهد يتكرر على الرغم من الإعلان عن أكثر من هدنة كان آخرها التي بدأت الخميس يأتي هذا فيما يسعى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتين جريفث للقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس القيادة السوداني ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل لبحث توفير ممرات إنسانية محذرا من أن القتال قد يتسبب في كارثة إنسانية يمكن أن تمتد إلى دول الجوار الكارثة الأكبر التي طالت السودان هي انهيار النظام الصحي حيث حذرت نقابة الأطباء السودانية من انهيار النظام الصحي نتيجة النزاع محذرة من أن السودان على شفى الوصول إلى مجاعة إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية فيها وتقول نقابة الأطباء إن الأطفال هم أكثر الفئات تضررا من النزاع في السودان مؤكدة ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتسببت تطورات الأوضاع في السودان في مقتل المئات وحدوث كارثة إنسانية ونزوح جماعي للاجئين إلى الدول المجاورة كما تعرضت المصانع والبنوك والمتاجر للنهب والتخريب في أنحاء الخرطوم وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وأفاد السكان بارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية وقدر برنامج الغذاء العالمي أن ما قيمته 13 إلى 14 مليون دولار من المواد الغذائية المخصصة للمحتاجين في السودان قد تعرضت للنهب حتى الآن وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 100 ألف شخص فروا من السودان بقليل من الطعام أو الماء إلى البلدان المجاورة على صعيد آخر بدأت دول اتخاذ إجراءات إزاء تطورات الأوضاع في السودان فقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا قال إنه سيستهدف الأفراد المسؤولين عن تهديد سلام السودان وأمنه واستقراره وتقويض انتقاله للديمقراطية دون تحديد شخصيات بعيدها من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن بشأن السودان يفوض وزارة الخزانة والسلطات المعنية ببحث الإجراءات المناسبة إذا قررت الإدارة فرض عقوبات على أشخاص في السودان